شهدت العلاقات المصرية السودانية على الصعيد الاقتصادي تطورات خلال السنوات الأخيرة خاصة مع تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية بين البلدين والتي سهلت حركة التجارة بالإضافة إلى طريق السحلي بين مصر والسودان علاقات نازلية ومتشعبة في الاتجاهات والمجالات كافة يزكيها نهر النيل ذلك الشريان المتدفق من الخرطوم إلى قلب القاهرة فالعلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والسودان شهدت تطورا كبيرا في ظل عضوية البلدين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبتجمع الكوميسا ويسعى البلدان إلى توطيد العلاقات التجارية فيما بينهما من خلال إنشاء مشروعات حيوية اقتصادية مشتركة في كل القطاعات حيث يقدر حجم الاستثمارات المصرية بالسوق السودانية بنحو 10 مليارات و100 مليون دولار طبقا لإحصاءات عام 2017 توزعت على 229 مشروعا على الجانب الآخر تعمل في مصر 315 شركة سودانية تتوزع استثماراتها بين الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات التمولية وقطاعات الإنشاءات والسياحة والاتصالات ومن أهم الصادرات المصرية إلى السودان المنتجات البلاستيكية والحديد والأسمدة والزجاج بالإضافة إلى المنتجات الوراقية فيما تستورد مصر من السودان البذور والفواكه الزيتية والحيوانات الحية واللحوم وفيما يخص أهم المشاريع المشتركة بين البلدين يبرز بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان بطول 280 كيلو مترا ومشروع طريق قسطل ووادي حلفة وطريق أسوان ووادي حلفة دنقلة بالإضافة إلى تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية لتسهيل حركة نقل البضائع والأفراد كما يأتي مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان كمشروع رئيسي في التعاون التنموي بين البلدين وفي المجال الزراعي تبرز مشروعات استراتيجية لاستصلاح الأراضي من بينها 100 ألف فدان في ولاية النيل الأزرق ومشروع مصري لإنتاج اللحوم في ولاية النيل الأبيض وكذلك مشروع للملاحة المصرية السودانية بين ميناء أسوان وحلفة لنقل البضائع والأفراد والسياحة